السلام عليكم كديرين لابس عليكم كنت شبا خيال اليوم ان شاء الله مع فيديو جديد في القناة نتمنى ان شاء الله هنا الاعجاب اليوم اليوم سنقدم لكم واحد المحن شاء غزالة بزاف على طريقتي نتمنى ان شاء الله تتبعوا الفيديو حتى الاخر كياني بزاف ديال نصائح باش نجح معكم هنا سنعطيكم قياس نس كيلو ديال الوز مع نص كس ديال الزبدة والزيت مدوبي مع شوية ديال القرفة غير شوي ونص كاس ديال الزهر واحد شوية ديال المسكرة الحوضة هنا اخذت نس كيلو ديال الوز من بعد ما سلقتوه قشرته وحمرتو في الفران انا ما قليتوش وممكن تقلوه اللي يبغى ومن بعد ما حمرته طحنتوه مزيان خصو ما يبقش مهنا مش خصو يكون ملكوك مزيان طحنتوه مع واحد الكاس ديال ساندة ديال العنبه لانتو مع قلو نس كيلو تا اللوز مع كاس ديال ساندة انا بنس كيلو عشقناها وبغينا ندعينا في الضار يعني ما شي كيناش حاجة اللي سبيسيال لغادي ندرا فيها يعني غير عشقناها وصافي كيف قلت لكم من س كيلو ديال لوز مع كاس ديال ساندة معا نس كاس ديال زبدة والزيت معا نس كاس ديال الزهر وشوية ديال القرفة وشوية ديال مسكرة الحوضة صافي وكان بقى كان جنها مزيان وكيف ما كانتشوفو كان ديالة كان خدم بالكف ديالي باش كان وضاك مزيان خصا تولي ملكوكا يعني بهاد المعنى وكان بقى نزيد الزهر بشوية بشوية لحسي تبقى حرشا غادي نحاول ما نزيبش عليكم بشوية 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 باش مو بتادي ات يفهمو مزيان وما تلقوش معاها صعوبة غادي انا هنية كنستعمل الورقة الكبيرة ماشي صغيرة غادي نقسمها على النص كيف ما كيبال لكم غير تبعو المراحل حتى الاخر صدقوني نقسمها على حسب البطج اللي عندكم مش كبير ولا صغير إلا كان عندكم كبيرة ساعدكم تبدو تديرها كجوش ديالورقات ولا ثلاثة تلصقوهم وخصصها تكون الورقة مزيانة انا هنية الورقة معاونتنيش كانت خيبة بززاف ما عافتش علاش ما عاونتنيش في الخدمة ولكن حاولوا يعني السيل اللي قد تغضوا مع دول الورقة يكون يعني كيف تنقوله تيصرها عمزيان ايه وصافي غادي نبقى هنا ناخد اللوز بشوية بشوية على حسب كالي تيبغي دي الحبال يعني غلال كالي تيبغي ديهم أرقاق على حسب انتم اللي بغيتو اندوتهم توسطين كان بقى غادي هاكا بشوية بشوية تنفيني في الخر باش تجي يعني الطوالة تجي كلها هي قد قد ماشي تجي بلصة طلعة وبلصة هبطة سافي وغادي نبقى اللوي بشوية بشوية كيف ما كتشوفو هنا دبالورقة ما عاونتنيش كتش فقط تقطع ولكن راه جاتم زيانة يعني حاولت معها ما امكان باش ما تخصرش وزيروا يديكم يجكونوا كتلوي وزيروا يديكم ما امكان سافي هنا يا غازين بدا ندهن بالبيض ونبدأ باللوي عفاكم إلا بغيتو إلا كنتو كتلوي وهم ذاك الجنب الفق غادي تلقاوه مثلا قاسح او لا شي حاجة غادي تقطعوه بالمقص باش مجيش كلها يا عامرة ورقة وإلا كان شيج نبقى صحي يده بالمقص سيجي اللوز باين ماشي الورقة اللي غالب على اللوز هانتو ما كيف ما تبال لكم تنبقى تنفيني انا هادي طريقتي تعلمتها من جحال هادي مرة على مرة مرة كنخسرها مرة كتصدق لي يلتها الحمد لله دا بولت عندي مو اعتمادة كتصدق مئة في المئة يعني ماشي اللي ما ليه شي حد بقيتها كنزيد شوية من راسي تنزيد 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 تتعلمت لها راس سهلة بسف ولكن انتو كتلويو ماشي هي اللي غادي تلويوها انتو ما غادي بشوه معها هادي نعود معكم احد اخضه ممكن ديوها تطريقة ديها تبقوا كتحرب له وكتديرو على حسب ايو حاجة كلها بنتو وشنو كفاش ترتاح كيف تيباليكم متانسى لي ذاك اللولاني كنحطوه في الطاوة انا ايه هنا ايه فرشت له بابي سلفو عزي ممكن تيرو يعني اي حاجة بغيتو باش ما تلسقش لكم هدايا غادي نبلا تنزيد بالبيض وغادي نبلا تنلوي غادي نسوديد بالبيض غير تريف اللولاني باش غادي نبدا ماشي كلها غادي نبقى كنزي لها البيض وغادي نبقى تلوي وكنزية موسيقى موسيقى هدايا من البعد ما كملتك ايه ما كيباليكم غادي نجد اسمحو لي الزيت وغادي نبدا تقن كوبه فوق منها مزيان باش تجي مقرمشة ومحمرة مزيان غادي نشعل عليها الفرضان من الفوق ومن التحت على درجة 180 سوف نخرجها سوف نسخنها بزيان سوف يكون العسل من نوعية جيدة سوف نكبو فوق منها ونخليها تشرب ونطلقها ان شاء الله في الطبق النهائي يعني ما بقت شي حاجة سبيسي لنصورها لكم يعني كيف تلكم تخرج من الفضان سوف نكب عليها العسل سوف نخليتها يشرب ونقدمها ها هي المحن نشمل بعد ما وجدت شوفوا كيف اشتدي غزالة بزاف مقر مشتمع عليك نقع المواصفة فيها كونوا عليك المبتدي اترا غادي يحمقوا عليها وغادي يجربوها وغادي تستق معهم وغادي يجيهم سهلة بزاف وبسيطة غير جربوها ببعض الطريقة تيقوني هذا هو الفيديو دي اليوم ان شاء الله يكون الاعجاب ديلكم ما تنسوا يشمل لي لايك وليكم وموطر ديكم زويني لمازال ما تأبناش مرحبه والسلف مرحبه الى فيديو قادم